اشتركوا في القناة مش بالطريقة اللي انتم متعودين عليها لا رح يكون فيها ايجابيات ومغريات اعيشك بهم ولا رح اعطيكوا سلبيات ودمركوا واخليكوا تحبطوا التوقعات السنة رح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليومية اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسية من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفية من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكو ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي انتو بدكو اياها يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناها برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناها وبيأثر على ايش افضل الاوقات لالو اسوأ الاوقات لالو الافضل الاوقات اللي احنا منقول لكم مميزة هاي رح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها رح نحكيها فعشان هيك بتطلب ورقة وقلم عشان انتو تسجلوا ما رح اعيشكو بوهم ولا رح احكي لكم اي اش بوهم اللي احنا منحكيه عبارة عن علم مبني على حسابات بدون اي فزلكات بدون اي اوهم ولا انت احسن برج وانت بدك تتجوز وانت بدك تطير وانت بدك تسافر وانت هذا الكلام لا احنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الابرج وفي نفس اللحظة تواريخ زي روزنامة تستغلها بدون ما ترجع لا اي فلك وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها انت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لا اليك لحالة خاصة فيك اذا اخدت التواريخ زي ما انا رح اذكرها وبنفس الطريقة اللي رح اذكرها اعرف انه انت باذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة لا اليك فعشان هيك يا ريت انه انتو تركزوا ممكن تطلب تسمعها مرة او مرتين حتى لو طلبت انك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم اذا عجبك المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط اللي ديس لايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي اش انت بالدكية انت حر خلينا ندخل على التوقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم المقدمة هاي المقدمة رح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشيء برجهم وطالعهم اي بنتطبق عليهم وبنتطبق على هدول فخد انت الجهتين ما انه علاقة في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج المش النازل والطالع هذا ما انه فيه انه برجك الشمسي وطالعك الشمسي لما احكي الحمل موليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الاسد برجهم الاسد وطالعهم الاسد هم اللي بستفيدوا عن هاي الامور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك معرفة فيه في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك فيه موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني انا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج الجوزاء طبعا بالنسبة لبرج الجوزاء واللي طالعهم الجوزاء بدهم يسمعوا هاي الارقام ويسجلوها عندهم بالنسبة للبيت الاول طبعا بيتك الاول اللي هو له علاقة بالشخصية والمظهر الخارجي طريقة التعبير عن امفسنا اتجاه الغير وبيتك الاول هو برجك نفسه الجوزاء هو هذا البيت الاول افضل الفترات النفسية لا اليك واللي انت بتكون بكامل حيويتك وقوتك هي الفترة اللي بتيجي من 9-5 لغاية 2-6 بدك تنتبه في بعض النقاط انه من 25-21-6 هي فترة تصاعدي ولكن قوتها من 9-5 لغاية 2-6 اللي بدك تحذر فيها شوي اللي بدك تكون ضغطة عليك اللي هي فترة تراجع وطارد اللي هي من 30-5 لغاية 22-6 وبرضو فترة المريخ لما بكون موجود عندك اللي هي من 4-3 لغاية 23-4 شوي بتخلي مزاجك عصبي حاد بالطباع يعني وممكن انك انت شوي تكون مكتاب اصعب برضو فترة اللي هي من 10-6 فترة 10-6 اللي هي كسوف الشمس الحلقي اللي رح يأثر عليك لانه رح يكون عندك في نفس البرج فهذا تأثيره نفسي شوي رح يشكل لك نوع من الاحباطات اما بالنسبة للبيت الثاني اللي هو برج السرطان هو الو علاقة بالممتلكات والاموال والمكاسب المادية والروحانية والمؤسسات المالية الامور اللي الها علاقة بالبنوك والمعادن الثميني وما يتوجب علينا من استثمارات وانتاجات وردود افعالنا تجاه الظرف المالي زي حل قضايا مالية او ديون قروض شغلات زي هيك هاي قوتها بتيجي من اثنين ستة لغاية ثمانية وعشرين سبعة اكثر الحضوض فيها رح تكون من اثنين ستة لغاية سبعة وعشرين ستة وفترة وجود الشمس فيها من واحد وعشرين ستة لاثنين وعشرين سبعة قوية جدا ولكن بدك تحذر من النفقات الهائلة اللي ممكن تصير او انه بصير عندك رغبات لصرف الفلوس اللي هي من ثلاثة وعشرين اربعة لغاية احدى عشر ستة بالنسبة للبيت الثالث اللي هو برج الاسد اللي هو علاقة بالسفر القصير التنقلات الاتصالات وسائط النقل سيارة تشتري سيارة او تليفون او شغل زي هيك الاستراد الاخوة والاخوات علاقتك معهم الاقارب المفروضة المقربين والاصدقاء المقربين هاي الفترة تتعزز وبتصير قوتها وحظوظ عندك عالي جدا حتى على مستوى الامتحانات اللي هي من سبعة وعشرين ستة لغاية اثنين وعشرين ثمانية اقواها بالحظوظ اللي هي من سبعة وعشرين ستة لغاية اثنين وعشرين سبعة هاي قوتها الهائلة بدك تدير بالك اللي هي فترة المريخ وجوده في هذا المكان اللي هي من احدى ستة لغاية تسع وعشرين سبعة اللي شوي ممكن يخليك تتسرع او ما تنتبه فبدك تكون حذر من هاي النقطة بالنسبة للبيت الرابع اللي هو العذراء بيت العائلة بيت البيت بيت العقارات بيت البيوت بيت جديد ممكن انه ترحل تشتري بيت امور الطفولة محل الاقامة ترجع بلدك الام حيازة الامتع والاثاث الحياة العائلية الامور اللي علاقة بترميم المنازل فرحات البيوت برضو بتدل على الاب هاي الفترة قوتها بالحضوض اللي هي من اثنين وعشرين سبعة لغاية اثنين وعشرين تسعة حتى للمصالحات وحل بعض المشاكل العائلية اقواها بالحضوض اللي هي من اثنين وعشرين سبعة لغاية ستة عشر ثمانية ممكن تجيب لك فرحة للبيت ولكن بدك تحذر ان المريخ في فترتها بيكون موجود برضو عندك بسبب لك تسرع او عصبية او ممكن تكون ديكتاتور في يعني في تحركاتك اللي هي الفترة من تسعة وعشرين سبعة لغاية خمسة عاش تسعة اما بالنسبة للبيت الخامس اللي هو الميزان طبعا هنا هذا بيت العاطفي بيت الحض الكامل للك وهو من اقوى البيوت للك اللي هو علاقة بالعاطفي بالحب بالحب بالمقامرة بالترفيه بالمصرات بالتجميل بالاولاد الفنون على اشكالها المضاربات المالية كلها هاي قوتها بتيجي من ستة عشر ثمانية لغاية ستة احد عشر اقواها اللي هي من ستة عشر ثمانية لغاية عشرة تسعة ومن اثنان وعشرين تسعة لغاية ثلاثة وعشرين عشرة ولكن بدك تنتبه انه برضو في تراجع العطارد تراجع عطارد رح يضعف عندك هاي القدرة ويسبب لك بعض الارباكات اللي هي من سبعة وعشرين تسعة لغاية ثمانتاش عشرة ووجود المريخ برضو من خمستاش تسعة لغاية ثلاثين عشرة رح يسبب لك خلافات ومشاكل مع الاحبة بدك تكون حذر من هاي التوريخ اما بالنسبة للبيت السادس اللي هو العقرب طبعا هذا بيت العمل بيت الصحة والخدمات والطعام والحيوانات الأليفة الحاجات اليومية والمسؤولات اليومية والمهام والتغذية والحمية وعلم الطب وملحقاته الأمراض العابرة والحوادث اللي ممكن يتعرض لها الشخص أقواها واللي بتكون لصالحك هاي الفترة هي من عشرة تسعة لغاية سبعة عشرة ومن ثلاثة وعشرين عشرة لغاية أربعة وعشرين أقواها بالحظوظ من عشرة تسعة لغاية سبعة عشرة وبعدين من ثلاثة وعشرين عشرة لغاية اثنين وعشرين احداش أسوأها وأصعبها وأقساها عليك وبدك تنتبه على صحتك بشكل كبير بهاي الفترة اللي هي من ثلاثين عشرة لغاية ثلاثة عشرة اما بالنسبة للبيت السابع اللي هو برج القوس هذا مقابلك تماما يعني وجود الشمس شوي بتضعفك لأنها بتكون مقابلك تعطيك حظوظ في ورس بأشياء معينة ولكنها بتضعفك في بعض النقاط بتسحب من طاقتك أقواها بالنسبة للحظوظ هي من بداية العام لغاية ثمانية واحد من سبعة عشرة لغاية خمس احداش ومن اثنين وعشرين احداش ولغاية واحد وعشرين اطناش بدك تنتبه من الشمس صحيح بتعطيك دافع قوي وممكن تجيب لك ارتباط حتى هو زواج هي من اثنين وعشرين احداش لواحد وعشرين اطناش والزهرة من بداية العام يعني من بداية العام في عندك فرص للارتباط أو علاقة حب ممكن تتطور لزواج حتى ثمانية واحد ومن سبعة عشرة لغاية خمس احداش بدك تحذر من القرارات الخاطئة أو التسرع أو الخلافات ما بينك وبين الازواج هي فترة من ثلاثتاش اثناش وحتى نهاية العام اللي هو عشرين وعشرين وفترة خسوف القمر الكل اللي راح يكون يوم ستة وعشرين خمسة وخسوف الشمس الكل يوم اربعة اثناش اما بالنسبة للبيت الثامن اللي هو برج الجدي لالك هو علاقة بالتركات والديون والضرائب والشؤون المالية والمتعلقات بالشركات أو بالصحة أو صحة احد الاحبة مرضو بتدل على اشي له علاقة بالموت موت قضية موت معرفة موت شخصية معينة وعلى اشي له علاقة بعمليات الانتحار طبعا الانتحار مش مقصود فيها الانتحار تشرب سم وتموت لا هي مقصود فيها انه يعني شوي الواحد ممكن انه يدخل بمرحلة اكتئاب مرضو بتدل على الامور الروحانية والعالم الاخر الجنس والشهوات افضلها افضلها مش للموت افضلها انك تحمي نفسك من هاي الامور وتاخذ المكاسب زي التركات والديون والقروض والاشياء هاي من بداية العام لغاية واحد اثنين ومن خمسة احد عشر لواحد نهاية العام اقواها بالحضوض اكثر شيء رح تكون هي فترة الزهرة اللي هي من ثمانية واحد لغاية واحد اثنين ومن خمسة احد عشر لغاية تسعة عشر اثناش هاي قوية جدا رح تكون بالنسبة للك ولكن بدك تحذر فترة تراجع الزهرة اللي شوي بتخليك نفسيا مكتئب اللي هي من تسعة عشر اثناش وحتى نهاية العام وبرضو يعني بدك تنتبه فترة وجود يعني اشياء لها علاقة بالشمس وهذا ولكن هاي التواريخ خذها والباقي في التوقعات اليومية رح نركز عليه اما بالنسبة للبيت التاسع طبعا هو برج الدلو اللي علاقة بالسفر البعيد والاتصالات مع اشخاص خارج البلاد علاقة بالهجرة بالفلسف الدينية والمعتقدات الروحية والدراسات الجامعية والاستراد والتصدير والامور القضائية حتى القضايا ممكن يطلع لك حكم فيها بالفترة هاي هي من بداية العام لغاية 14-5 ومن 18-10 لغاية 29-12 اقواها بالحضوض اللي بتجيب لك فرص قوية لكل الامور اللي احنا ذكرناها حتى للي بدو يهاجر اللي هي من 1-2 لغاية 25-2 ومن 19-1 لغاية 18-2 اصعبها طبعا هي فترات معينة رح نذكرها ولكن لازم نعرج على المشتري انه موجود عندك في بيتك التاسع فكثير من موليد برج الجوزة ممكن يفكر بهجرة او دراسة جمعية او تغيير تخصص الدراسة وخصوصا من بداية العام وحتى 14-5 ومن 14-10 وحتى 29-12 اصعب الفترات هاي بدك تنتبه انه زحل موجود عندك في نفس البيت فعشان هيك من بداية العام وحتى 23-5 ومن 11-10 وحتى نهاية العام شوي بقلل من الحضوض ويحطك في بعض الامتحانات الصعبة انتبه اثناء تراجع المشتري من 28-7 إلى 18-10 لانه بجردك من الحضوض في هاي الامور وفتر التراجع وطارد من 30-1 لغاية 21-2 اما بالنسبة للبيت العاشر والليه بيت السمعة بيت المركز الاجتماعي والشؤون الحكومي والسياسي وعلاقتنا برؤسانا وزملائنا في العمل والترقيات واثبات الذات والمشاريع المهمة كما بتدل برضو على الام هي امور الها علاقة في برج الحوت هو بيتك العاشر وهاي الفترة اقواها من 18-2 لغاية 4-4 ومن 14-5 لغاية 26 ومن 29-12 لغاية نهاية العام اما بالنسبة للحضوض المطلقة بالنسبة للبيت اللي ممكن تتسلم منصب او بطاقة شكر او تكريم للك هي من 25-2 لغاية 21-3 ومن 18-2 لغاية 23 وبرضو المشتري بدعمك من 14-5 لغاية 20-6 ومن 29-12 وحتى نهاية العام بدك تنتبه برضو انه نبتون رح يعزز نقاط قوية للك ولكن في فترة نبتون رح يفقد الحضوض فيها اللي هي من 25-6 لغاية 1-12 والمشتري اللي هي فترة تراجعه من 26-6 لغاية 28-7 أما بالنسبة لبيتك 11 اللي هو الحمل واللي العلاقة هذا البيت بالرغبات والأماني والآمال والصداقات والنشاطات الاجتماعية والأصدقاء الموثوق بهم اللي بيقدموا لك نوع من أنواع الدعم والحماية واتباع العواطف المتعلقة بالحب العذري هي الفترة اللي بتيجي من 20-3 لغاية 19-4 ولكن بدك تنتبه انه أقوى الفترات بالحضوض هي من 21-3 لغاية 14-4 والشمس وجودها من 23-19-4 برضو دعمت بشكل قوي ولكن بدك تحذر من فترة وجود المريخ في هذا البيت اللي هي من الآن ولغاية يوم 7-1 شوي بتخلي مزاجك فيه نوع من أنواع العصبية أو التقلب بالمزاج بالنسبة لبيتك 12 اللي هو برج الثور هذا بيتك الثاني عشر بيت الموت بمعنى آخر يسمى بعلم الفلك هو للمؤسسات الكبيرة والمستشفيات والسجون بيت المتاعب هذا الصلاة العرض الفنون التقييدات والأسرار بيت المتاعب بالكامل المحن الكبيرة والأمراض الخطيرة المهلكة والمزمنة والسجون والمعتقلات والأعداء الخفيين والوحدة والعزلة وما هو مقدر على الإنسان قوتها هاي حضوضها ماشي هي من 14.4 لغاية 20.5 أفضلها وأقواها اللي هي من 14.4 لغاية 9.5 ولكن بدك تحذر في فترات رح تكون صعبة عليك إن شعرت بأعراض غير اعتيادي مرضي بدك تراجع الطبيب بدك تراقب غذائك بالفترات اللي أنا رح أذكرها وخصوصا اللي هي من 7.1 لغاية 4.3 أثناء فترة خسوف القمر الجزئي اللي هو يوم 19.11 برضو بدك تكون منتبه بشكل كبير هيك منكون انتهينا من توقعتنا لهذا العام والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا